بالتزامن مع انفراجة رسال بغداد إلى آربيه ل700 مليار دينار لدفع رواتب موظف الإقليم يعتزم وفدون رفيع المستوى من كردستان على زيارة بغداد قريبا لبدء جولة جديدة من التفاهمات المالية والنفطية هذه خطوة إيجابية في سبيل معالجة الوضع وتفع رواتب الموظفين الذين لمسى المراتب أكثر من ثلاثة أشهر وهناك أيضا بعد ثلاثة أشهر سوف يكون تصفت الحسابات في سبيل حل جميع المشاكل العالقة بين الإقليم والحكومة التي عادتها حكومة إقليم كردستان حذرت من استمرار الخلافات بين المركز والإقليم بشأن دفع باقي وجبات القروض الخاصة برواتب الموظفين مؤكدة أهمية التوصل إلى اتفاق جذري ونهائي 80% من رواتب الموظفين كان تمول من إرادات النفط لكن حسب اتفاق الحكومتين حكومة الاتحادية العراقية وحكومة الإقليم في الرابع من نيسان الماضي أصبحت مسؤولة صار توزيع للواجبات مسؤولية تسبيق النفط على عاتق شركة سومو العراقية المرتبطة بوزارة النفط والعايدات تذهب إلى حساب خاص يتم من تزديد مستحقات المالية للإقليم مصادر مطلعة تحدثت عن أجواء إيجابية لدى البرلمان والحكومة الاتحادية ستساعد على حل المشكلة المالية بين بغداد وأربيل ما ينعكس إيجابا على استيعاب الأزمة الاقتصادية في كوردستان بشير الحسن قناة الفلوجة أربيل